علم الجينات أحد أهم موضوعات علوم الأحياء في السنوات الأخيرة حيث تطورت الهندسة الجينية وتطبيقاتها في علم الوراثة وكشفت أنه باستطاع أي شخص إعادة برمجة جيناته واكتشاف عمر الخلايا في جسمه وبالتالي تصغير عمره فما هو علم الجينات؟ علم الجينات هو العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات في الأنماط الظاهرية الوراثية التي لا تحدث بسبب تغيرات في تسلسل الـ DNA بل يهتم بشكل رئيسي بدراسة العوامل البيئية التي تقوم بتنشيط أو تثبيت عمل الجينات وبالتالي تؤثر على كيفية قراءة الخلية للجينات بعكس عمرك الحقيقي يمكنك التحكم بعمرك البيولوجي من خلال تقنية العلاج بالجينات فقد يكون عمرك البيولوجي أكبر أو أصغر من عمرك الحقيقي لهذا السبب يتمتع بعض المسنين بصحة جيدة رغم تقدمهم بالسن ويبدون أنشط من الذين يصغرونهم سنا وذلك بسبب العمر البيولوجي كما أكد الباحثون فبالنسبة للعلماء العمر البيولوجي أهم من العمر الزمني أي العمر الحقيقي للشخص الذي لا يتعدى كونه رقما علم الجينات يتيح لك الفرصة للتحايل على الأمراض الوراثية إذ يستطيع الباحثون التخلص من جينات غير مرغوبة واستبدالها بأخرى حتى إضافة جينات جديدة مثل جينات الحاملة للأمراض واستبدالها بأخرى سليمة أو وضع جينات مقاومة للأمراض وقد ثبت علميا أن جينات تؤثر في التطبيقات السريرية لبعض الأمراض كالسرطان والطرابات تأخر النمو العقلي وغيرها إضافة إلى تأثر جينات الشخص بالعوامل البيئية المحيطة به أهمها النوم شرب الماء وتناول السكريات وهنا تأتي أهمية علم ما فوق الجينات للتحكم بالطفرات الجينية للتخفيف من نسبة الضرر والإصابة بأي مرض ماريا شاربل MBC شكرا للمشاهدة